الثالث مع حضراتكم أفاز بالمركز الثالث عز الدين سامح سيد 17 سنة من محافظة القاهرة وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه والمركز الثاني كان من نصيب رحمة ممدوح محمد بيوني 19 سنة من محافظة القاهرة وقيمة الجائزة 30 ألف جنيه وفاز بالمركز الأول إبراهيم محمد إبراهيم وقيمة الجائزة 35 ألف جنيه وأوسط لجنة التحكيم بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدر الجائزة 5000 جنيه وشهد التقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد 20 سنة من محافظة أسوان خامساً مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال ونبدأ بالمركز الثالث وحصل على المركز الثالث حور صلاح حصل على المركز الثالث حور صلاح سالم عبد المجيد 15 سنة من محافظة قد قهلية وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه المركز الثاني كان من نصيب محمد أسامة أحمد عبد الآدر 11 سنة من القاهرة وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه والمركز الأول والمركز الأول كان من نصيب مصطفى ناصر فتحي ناصر 13 سنة من القاهرة وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه سادساً مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي قدرات الخاصة أطفال فاز بالمركز الثالث رقية أحمد حمدي الشرقاوي 9 سنوات من محافظة البحيرة مدينة دامنهور وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه والمركز الثاني ذهب إلى هند أنور عبد العزيز عطلة 12 سنة من محافظة البحيرة مدينة دامنهور وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه وفاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف 12 سنة من محافظة القاهرة وقدر الجائزة 25 ألف جنيه ومعنى أيضاً فائزة هي الطفلة أمن في أمل في محافظة المسابقة الأطفال موسيقى موسيقى